أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتأقف عملها بشكل رسمي وفي باين الخارجية أكدت مصر أن هذا القرار المرفوض بعد فصل جديد من الانتهكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية ويشكل تطورا خطيرا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل العمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم وشددت مصر على أن دور وكالة الأنوروالا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله وأن على مجلس الأمن طلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل ترجمة نانسي قنقر